السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام كنتم أن تكونوا بي خير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شامل وما تنسوني شاء ختم اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع اختفاء ميمي تقطق يتير قلق متابعيها إليكم التفاصيل أثار غياب المؤثرة المغربية مريم العيساوي الملقبة بميمي تقطق عن التواصل مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعية أثار حالة من الجدل بين محبيها وارسفعت التساؤلات وسط نشطاء المواقع حول السبب وراء اختفاء ميمي تقطق خاصة وأنها منذ شهرتها الكبيرة لم يسبق لها أن غابت لهذه المدة عن الظهور عبر حسابتها أو عن التواصل مع متابعيها وحارست بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على تداول الخبر من أجل معرفة السبب وجاءت التعليقات كالتالي صحيبتي اللي متبعين ميمي قالوا لي يومين هادي وهي غابرة ومحطة والو وممول فشلها حيث كل نهارك تحط ستوريات ومعرفني السبب أش وتساءل البعض عما إذا كان للفنانة سعيدة شرف دور في هذا الاختفاء بعد الأزمة والحرب الأخيرة التي اندلعت بينهما عقب سجل الفنانة المغربية فكيف ما اسمت أختي بلي ميمي تقطق مختافي على مواقع التواصل الاجتماعي ومنزلات حتاشي ستوري أو فيديو أو بوست في الحسابات ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي لا في تيب توك لا في الإنستغرام فهذا الشي اللي خلى المحبين ديالها والمتابعين ديالها يتساءلوا على ميمي في الغبرات وممول فشلها نهائيا أنها ما تحطوه في الحسابات ديالها وبالزاف ديال المشاهير نزلوا الصورة ديال ميمي في ستوري للحسابات ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي ورافقوها بتعلاق يقولوا فيه فين كميمي فين غبرتي انتي اللي كتف وجعلين في هاد الإنستغرام وبالزاف ديال الناس اللي قالوا أنه يمكن سعيدة شرف يكون عندها دخل في هاد الشي أو لا يمكن شدوها البوليس فالليدي اللي هتول ديال خير وإن شاء الله يكون المانع خير فكنت أدركوا تتعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله اللهم على السلامة